لا أبيض ولا أسود هو واقع المسار التفاوضي الذي أطلقته واشنطن لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل جولة عاموس هوكشتاين المبعوث الأمريكي إلى كل من بيروت وتل أبيب لم تصل إلى نتائج حاسمة حتى اللحظة رغم أعلان الجانب اللبناني التزامه تطبيق القرار ألف وسبعمائة وواحد اليوم الصورة التي طال فيها حزب الله وتحديدا الشيخ نعيم قاسم بعض الناس قرأتها أنه هي صورة اليوم لنوعا ما من التسهيل والدخول أكثر باللبنان وعطى بعض المؤشرات رغم إذا نحن نؤيد حزب الله أو لا نؤيد قد يكون عطى بعض المؤشرات التسهيلية أنه نحن نريد أن ننخرط اليوم العبرة عطول تبقى في التنفيذ يعني هو يحكي عن قصة اتفاق الطائف هو يحكي بالسياسي لا يحكي بالميدان لا يحكي بالسلاح أبعد بعض كثير من السرديات حزب الله لا يزال يراهن على معطيات الميدان هكذا تؤكد قيادته ويعول على فقدان الجيش الإسرائيلي جدوى القتال وعدم تحقيق أهداف الحرب وفق مراقبين حتى الآن وأنا أتحدث معك هناك قتال عنيف في مناطق وكرة الحفة الأمامية ربما يتقدم الإسرائيلي في مكان ما في محور ما هذا جزء من المعركة هذا جزء من تكتيكات ربما التكتيكات المقاومة وأيضا السؤال هو هل يستطيع الإسرائيلي الاستمرار والبقاء في هذه المنطقة التي تدخل إليها ثانيا هل يستطيع حماية جنوده وفراقه من صواريخ حزب الله إسرائيليا لا تزال جدية رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو لوقف الحرب غير واضحة خاصة وأن زيارة هوكشتاين إلى تل أبيب انتهت دون إعلان أي نتائج فيما يواصل الجيش الإسرائيلي التصعيد من خلال الغارات الجوية والتوغل البري والسؤال إن كانت اللحظة الدولية والإقليمية قد اكتملت لإنهاء حرب لبنان بحذر يترقب اللبنانيون مساعي الوساطة الأمريكية لوقف إطلاق النار أيام وربما أسابيع وربما أشهر قبل الحسم طالما أنه لا شيء مؤكد بسبب ضبابية الموقف الإسرائيلي ليال خروبي اليوم بيروت